مانشستر سيتي بيب جورديولا الأداء النهاردة زي ما احنا اتفعنا وقاسر الكلم انه مكادش معا الاستحواز مكادش معا البزيشن مكادش في فرص كثيرة على مرمى ارسل ورغم كده ايدي النهاردة يفوز بتلاتة واحد ما هو فيه من ناحية تانية فيه تطور في تفكير بيب جورديولا انا حاسه انه بيب جورديولا ما بقاش يتعامل مع المباراة كلها انه هو نازل انا مانشستر سيتي انا الكبير بقى ينزل مباراة متواضع شوية لو انا استخدمت اللغز ده اللو لا ممكن اللي قدامي يبقى افضل ممكن اللي قدامي يبقى احسن فانا اخليني ورى شوية وابقى حريص دفاعيا اكتر منه وجمال وليه لا العب على التحولات ده تغيير جزري بشكل واضح في تفكير بيب جورديولا سؤال زكي جدا كريم وهستخدم تعبير انت قلته فكرة الوفر كوتشنج متعودين على ده من جورديولا انه دايما لديه مبارات لا تحتمل او مش محتاجة حجم التغيير الجزري ده في التشكيل لكن هو بيفكر فكرة تانية خارج نطاق كل المحللين وكده واخيرهم مثالا طبعا شامبينز ليج اللي كان قدام توخي اللي كان بسهولة منشستر سيتي يقدر يكسبه وقرر انه يغارق خطة اللي بلعب بها بقى له سنة وبالتالي تسببت فيه خسارة سيتي للقب منشستر لدوري شوية لكن عايز اقول لك اللي بتقوله يا كريم هو بداية من بداية الموسم تغيير في عقلية وفي شخصية جورديولا اللي معروف بي ان انا مؤمن بافكاري جدا كل ده انهار امام التعاقد مع ايرلينج هالند بقت الفرق اللي الشخص اللي ابتدع فكرة الشادو سترايكر او المهاجم الوهمي او انه ما باعتمدش ان فيه مهاجم صريح جاب اكتر مهاجم متكامل صريح في العالم وبالتالي طوع خططه وطوع مجهود الفريق وان الملعب كله يميل على انه بيخصص يخدم على الراجل ده لانه متأكد ان الراجل ده في مستو اللي كان يعملها في دورة منذ قبلها في الانديا اللاعب فيها خلق المساحات وكسر الخطوط وانه بيسجل من انصاف الفرص عرف ان ديه التميمة اللي تقدر تحافظ على انه يفوز به الدورة الانجليزية مرات اكتر وانه يقدر حتى لو زي مكالمحمود بيقول في فكرة فيري تيل او فكرة شابة ان ارسنال بامكانية تقال طبعا مع الفارق نفتك انا فتكر كويس او كنت في انجلترا لوقت ده موسم الليستر سيتي احق دورة قصة الفريق اللي جاي من تحته القصة اللي فيها تعاطف وفاردي ومحرز وكلام ده كله ده لستر اللي ما عندوش التاريخ ارسنال مش نفس القصة لكن باعتقد بالمجموعة دي وكان محمود بيتكلم عليها نفس القصة انه بسكواد اقلب كتير ميزانية اقلب كتير من الانديا اللي موجودة التانية لعيبة شابة مفيش حد الكابتن عنده اقل من واحد وعشرين سنة فانت بالتالي هتبقى فعلا قصة خالية لو ارسنال حق اللقب كمان في معانا احساتين كريم مرعبين لس انا اسف جورديولا مع ارسنال نهارده الفوزل 11 على ارسنال ست مرات تقابلوا فيهم جورديولا تقابل فيها مع ارتيتا في الدوري كسب الست مرات مسجل فيهم سيتي تحت قادة جورديولا 13 هدف كريم وارسنال مسجل هدف انت متخيل حجم الاسكورات اللي كان بتحصل هي دي وما عندوش ابدا لما بيروح ملعب الامارات ما بيخسرش وبالتالي النهارده كمان الهزيمة الاولى لارسنال على ملعب الامارات الامارات على ايد سيتي فبالتالي الحقيقة جورديولا انا عارف مين اللي انا هجيب لك طرف تالت ممكن يكون قاعد النهارده بتفرج محمود واسلام وكريم على المباراة وبيقول له انت لازم تعرف قديه ده كان خصم سائل جدا ليفر بول عايز يقول له بص ده المنافس اللي كنت باب انا بقى كما انت متصدر ومتدايق انك كنت متصدر فارق 8 نقاط انا بقاني 5-6 سنين بقى اصلا معدي في النقاط وبخسر اللقب على مقطة بسبب المنافس المرعب ده كان ليفر بيقول له لا يعني لارس بقى فريق متمرس جدا بقى بطولة الدولي بقى عارف يلعبها ازاي خاصة انه كل مرة بيدمج لعيبة جديدة بيستقطب لعيبة مهمة واخيرهم طبعا هلند اللي النهارده انا بقول لك حتى لما على فكرة كمان رجوع لسؤالك على الكبر التكتيك او ان جورديولا بقى شوية تواضع تكتيكيا النهارده حتى لما تفلسف ما كانش عنده اي مشكلة ولا الكبر ولا العنجهة انه يغير في التكتيك وده اللي ادى للفوز لما تحرر برناندو الامور رجعت لما بدأ ما يخسروش كرة في وسط ملعب زاي مكان بالتالي كمان النهارده المكسب انا غيرت هو بالنسباله انا لعب 3-5-2 وجربتها انا كسبت 3 واحد انا استعدت استدارة الدوريو اللحظة دي كان مستانية جورديولا من اغسطس وهلند بكسب اللعيب بتاعي هدف الدوريو بيجيب الهدف الستة وعشرين جريلتش بيجيب اهم هدف لجريلتش مونسو اند مامول السيتي اهم هدف هدف الموسم بالنسباله فبالتالي انا بكسب نفسية اللعيبة كسبت أرسنل اللحظة انقضت على الصدارة ف انا بالتالي طبعا ما كسب بالجملة عايز اول حاجة عايز اول حاجة وجواء الدوافع اللي كان بيبجي جورديولا بيتكلم عليها من فترة بعد ما تريبا انخصروا ماتش مش في الموت ساكر كان بعد ماتش ترتين انا مكسب اربعة اتنين اه لما خصرت اربعة اتنين فكرة ان انت عايز تخلق دوافع لفرقتك علشان تبدأ تنافس مرة تانية لعيبة سيتي وجمهور سيتي حتى هو نفسه كان جورديولا بيتكلم علي فكرة ان جمهور سيتي تبقى في الماتش ساكت عارف ان فرقته هتنزل تكسب الماتش ده عادي بكل اريحية وكل سهولة واسقة في لعبتها زادة عن اللزوم لعيبته نفسها جالها تشبع من كمية الانتصالات والفوز في الدورة الانجليزية وموضوع بقى بالنسبة لهم عادي فالحاجات اللي زايدية جورديولا مع الخسارة اللي تعرض لها مع كمان المشكلة المالية اللي بيمر بها النادي على المستوى الاقتصادي اللي بيتكلم عليها في الدورة الانجليزية والعقوبات اللي ممكن تتوقع على النادي مستقبلا فكل الحاجات دي برضو تزود ان يبقى فيه بقى حمية للعيبة احنا لازم نقدم حاجة لازم نلعب لازم نستفيد لازم نكسب وحظه برضو ان هو أرسنال تراجع وخسر نقطة اللي خسرها سيتي برضو بقى بيكسب ودخل ورجع تاني فهو خلق لنفسه الدوافع اللي ترجعه تاني للمنافسة بعد ما كنت تحس ان هو فيه حرقة حالة خمول كده للعيبة سيتي لا احنا ما اخرى احنا قاعدة لو خسرنا الدورة السنة دي مش مشكلة ما احنا معنا خمسة في اخر ستة او سبعة سنين بس بالمناسبة دي طاريت حاجة قبل كده انه فكرة التغيير اللي بيعمله طول الوقت بيب جورديولا في التشكيل ده ولعيبة تيمشي ولعيبة تيجي هو ده السبب انه عايز يبع عنده لعيبة جديدة عندها ضعيفة مش كده الناس بتتفاجئ انه ستلينج يمشي جيسوس يمشي انه كانسلو يمشي وعدد كبير من اللاعبين قبلهم يمشوا وكانوا لعيبة مهمين جدا هو طول الوقت بيبعايز يغير في تشكيلة الفريق عشان طول الوقت بيبع عنده لعيبة ما تكونش تعودت البطولات فخلاص مش مشكلة زي ما بيحصل مثلا يعني انا في رأي انه ده حصل في ريال مدريد انه هو نفس اللعيبة ونفس الاسكواد فهم شبه متشبعين بفكرة البطولات انا خدت كل حاجة ودون اي تغيير في التشكيلة او لعيبة حتى عندها دوافع في التشكيلة فانا اتفق معك جدا في الجزية دي